أَفَمَنْ يَخْلُقُكَ مَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَرُونَ وَإِنْ تَعُدُّونَ يَعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوكَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهى التدية لولا أن هدان الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة في الله هذا هو اللقاء الخامس من برنامج أفلا تذكرون أريد في كل مرة أن أتذكر معكم آية من آيات الخالق أو حديثا نبويا لأن الله تعالى هو القائل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا يمكن أبدا أبدا أن نفصل بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي أرسله الله تعالى ليبين لنا ما نزل إلينا لتبين للناس ما نزل إليهم إذن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفصل أبدا عن القرآن ولا يمكن أن نقول نريد أن نعتمد على القرآن فقط دون الحديث هذا كلام يعني غير علمي وغير منطقي لذلك أيها الأحبة لو كل يوم أحدنا تدبر آية أو حديثا يعني على الأقل لا يكون من المقفلة قلوبهم الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها فإذا تدبرت آية كل يوم آية واحدة فقط أو حديثا نبويا عسى أن تكتب خارج هؤلاء المقفلة قلوبهم كأن الله يريد أن يقول لك أيها الإنسان إذا لم تتدبر هذا القرآن فأنت مقفل القلب قلبك مقفل لا يعقل ولا يفقه ولا يسمع صوت الحق لذلك أيها الأحبة اليوم لدي حديث جميل جدا ورد عن حبيبكم عليه الصلاة والسلام ولكن قبل ذلك دعوني أتأمل معكم أسرار الإبتسامة من منا لا يحب الإبتسامة؟ من منا لا يحب أن يعيش حياة سعيدة مديدة هانئة مطمئنة؟ طبعا هناك طريقة كشفها العلماء مؤخرا وهي أن تكثر من الإبتسامة شيء غريب الدراسة العلمية أيها الأحبة التي أجريت على مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين ماتوا تم دراسة أشكال وجوههم طبعا منهم ممثلون ورياضيون وغير ذلك ومشاهير تم دراسة كمية الإبتسامة التي كانوا يبتسمونها خلال حياتهم يعني هناك وجوه سبحان الله عابسة هناك وجوه تجدها دائما عليها شيء من الإبتسامة والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما التبسم على فكرة فوجدوا أن الأكثر إبتسامة كانت حياته الصحية أفضل يعني يتمتع بصحة أفضل من أولئك الذين كانوا يعني لا يتبسمون إلا قليلا طب دعوني أتأمل معكم هذا الأثر الرائع لهذه الإبتسامة الدراسة أيها الأحبة نشرتها مجلة العلوم النفسية إذن الدراسة منشورة في مجلة العلوم النفسية أشخاص عاشوا أكثر من غيرهم طبعا هم في العلم ليس هناك مقاييس للسعادة لديهم مقاييس مادية الذي يعيش عمرا أطول يعتبرونه أفضل يعني هو مقياس لا بأس به ولكن نحن في الإسلام نعتبر أن الأجال مقدرة كله بيد الله سبحانه وتعالى ولكن أنا أستطيع أن أقول لكم إن الإبتسامة تنعكس على صحة الإنسان الأعمار مكتوبة مقدرا ومسبقا ولكن هذه الإبتسامة تنعكس على صحتك النفسية والجسدية هذه المجلة مجلة العلوم النفسية نشرت دراسة لأشخاص عاشوا أكثر من غيرهم عندما تمت دراسة الصور المختلفة الملتقطة لهم أثناء حياتهم ظهرت الإبتسامة على وجوههم في مناسبات مختلفة الآن عندما حللوا هذه الصور قاموا بدراسة تحليلية دقيقة وجدوا أن الأشخاص الذين يميلون للتبسم ويميلون للسعادة والسرور تكون اضطراباتهم النفسية شبه منعدمة يعني لا يعاني من اكتئاب من يأس من حزن مشاكل نفسية لا يعاني منها إلا قليلا وينعكس ذلك على صحتهم البدنية أو الجسدية وبالتالي يكونون عرض للأمراض بنسبة أقل ويعيشون لفترات أطول يعني سبحان الله كأنهم يقولون إن الابتسامة تطيل العمر هذه نتيجة علمية بالأرقام وصلوا إليها أيها الأحبة طبعا يقولون إن الأشخاص الذين يعيشون أيامهم بسرور يميلون إلى أن يعيشوا حياة زوجية سعيدة أيضا يتمتعون بمهارات اجتماعية أفضل من سواهم ينعكس الأمر على وجوههم بالمزيد من الابتسامات العرضة يعني عندما حللوا هذه الوجوه وجدوا أن الوجه الذي كان أكثر تبسما في مختلف المناسبات عاش فترة أطول وهذا بلغة الأرقام أيها الأحبة طبعا إذن الابتسامة شيء جيد طبعا أيها الأحبة هذه الدراسة الغريب فيها أنهم يقولون إنها المرة الأولى التي يصلون فيها إلى هذه النتيجة ودراسة أخرى أيضا تؤكد دقيقوا مع أيها الأحبة أنك عندما تتبسم في وجه إنسان أمامك تستقبله بوجه متبسم أو وجه طلق فإن ذلك يدخل السرور إلى قلبه كيف عرفوا ذلك؟ يمنحه شيء من السعادة كأنك تعطيه شيء وجدوا من خلال قياسات لكمية هرمون السعادة الذي يفرزه الدماغ فأنت عندما تنظر إلى شخص مبتسم فإن دماغك في هذه اللحظة لحظة تبسم هذا الشخص لك يحرر كمية من هرمون السعادة تشعرك بالارتياح النفسي وعندما تنظر إلى وجه عابس أو كئيب فإن هذا الدماغ لا يفرز هذا الهرمون وابتأي لا تشعر بهذا النوع من السعادة فاعتبروا أنك عندما تتبسم في وجه أخٍ لك أو في وجه صديقك أو إنسان أمامك فإن هذا يعتبر كأنك تقدم له عطاء لأنهم وجدوا في دراسة ثالثة أيضا دراسات كلها مرتبطة ببعضها وجدوا أن الإنسان الذي ينفق المال ينفقه على شخص مثلا يعطيه المال فإن هذا الشخص الذي أمامك تعطيه المال دماغه يفرز هذا الهرمون هرمون السعادة يكون سعيدا يعني الوسيلة التي يشعر بها الإنسان بالسعادة عندما يقيس ما يجري في الدماغ يجدوا أن نسبة هذا الهرمون تزداد تكون أعلى وتكون أعلى شيء في المناسبات التي يشعر فيها الإنسان بسعادة غامرة جدا طيب ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنك عندما تعطي إنسان مكافأة مالية تحفز في دماغه مركز حتى إنهم يسمونه مركز المكافأة وعندما تتبسم في وجهه أيضا تحفز في دماغه مركز المكافأة نفس الأثر تماما وهناك دراسة يابانية أيضا رابعة تقول بأنك عندما تتحدث بالكلام الطيب المليء بالعاطفة المليء بالمودة لشخص لأول وهلة فإنك أيضا تنشط مركز المكافأة في دماغه ويفرز هرمون السعادة وكأنك تقدم له أيضا عطاء أو هدية أو مبلغا من المال إذن أيها الأحبة دعونا نربط الأمور ببعضها أصبح لدينا أولا أنك عندما تقدم شيئا من المال لأحد ينشط في دماغه مركز المكافأة ويتحرر هرمون السعادة إذا تحدثت معه بكلام طيب وكلام عاطفي كلام فيه مودة فيه إلفة فيه تقرب أو تودد لهذا الشخص أيضا تنشط مركز المكافأة هذا في الدماغ ويفرز هرمون السعادة الشيء الثالث عندما تتبسم في وجه هذا الإنسان وتقابله بابتسامة عريضة فإنك تفعل نفس الأثر أي أن مركز المكافأة ينشط ويتحرر هرمون السعادة طيب ماذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام والذي كان أكثر الناس تبسما انظروا أيها الأحبة هذا الإعجاز النبوي المبهر وأنا الآن أخاطب هؤلاء المشككين بأحادث النبي عليه الصلاة والسلام والملحدين الذين يشكون في كل شيء نقول لهم من أين جاء نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه المعلومة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة وتبسمك في وجه أخيك يعني أنت عندما تبتسم كأنك تقدم له عطاء من المال تم قياسه من قبل علماء الغرب من خلال قياس النشاط في مركز المكافأة الذي ينشط عند أخذ المال طيب كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمي في ذلك الزمن أن يربط بين الإبتسامة وبين الصدقة العطاء ما هذا الربط القوي من الذي علمه ذلك أيها الأحبة طبعا لو لم يكن رسولا صادقا في دعوته من الله تبارك وتعالى لم استطاع أن يأتي بهذا العلم أو هذا الربط العلمي طيب الكلمة الطيبة تفعل نفس الأثر كأنك تقدم عطاء لهذا الشخص الذي أمامك إذا مجرد أن تتحدث معه بكلام فيه مودة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقة سبحان الله يعني والله أيها الأحبة الإنسان يخشع يعني عندما تقرأ هذه الدراسات العلمية وعندما تقرأ كلام النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن هناك تطابق كامل كيف ربط النبي بين الكلمة الطيبة وبين العطاء أو الصدقة والعلماء يقولون نفس الكلام وهذا في القرن الحادي والعشرين مكتشف حديثا جدا قبل سنوات قليلة فقط طيب النبي عليه الصلاة والسلام يعني له أحاديث كثيرة جدا تؤكد على يعني أهمية العطاء العطاء أهمية الإنفاق وأن الإنفاق مصدر للسعادة الله تبارك وتعالى أنبأ عن ذلك قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية بماذا ربط ذلك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربط الإنفاق بالتخلص من هذا الاكتئاب إذن أنت عندما تنفق تشعر بالسعادة هذا ما وجده العلماء عندما تعطي هذا الشخص تشعره بالسعادة ولكن وجدوا في دراسة أخرى أن الإنسان الذي ينفق المال يكون سعيدا أكثر ممن يأخذ المال يعني هذا شيء عجيب أنك أن الذي ينفق هذا المال الذي ينفق المال دماغه مركز المكافأة لديه ينشط أكثر ويحرر كمية أكبر من الهرمونات هرمونات السعادة أكثر من الشخص الذي يتلقى هل يعني أنت عندما تتبسم وعندما تنفق وعندما تتكلم كلاما طيبا أنت تفيد نفسك أكثر مما تفيد من هو أمامك لذلك يعني أقول دائما أيها الأحبة يعني إذا لم يكن لديك شيء تتصدق به فتصدق على الأقل بابتسامة ثم إن الابتسامة أيها الأحبة فيها الشفاء هل تعلمون هذه المعلومة لقد لاحظ كثير من الأطباء أن ابتسامة الطبيب لها أثر لها أثر في الشفاء نصف الشفاء تقريبا يعني هناك جزء مهم جدا من علاج المريض هو ابتسامة الطبيب وكلامه الطيب مع المريض يقدم له شفاء مجانيا تصوروا يا أحبة لذلك نجد أن الأطباء الأكثر تبسما يكونون أكثر تأثيرا على الآخرين على من هم أمامهم لذلك أيها الأحبة هذا النبي الكريم لماذا يأمرنا بهذه التعاليم وهي التعاليم غير سائدة في الجاهلية في زمن الجاهلية الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كان منتشرا العنف منتشرا وقد البنات كان منتشرا الغضب الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه مرارا وتكرارا كان منتشرا الكلام القاسي كان يعني كانت كل هذه الأشياء الخاطئة ألغاها النبي واستبدلها بهذه الأشياء التي هي اليوم من أساس العلم الحديث يعني اليوم كل علماء النفس بلا استثناء لا تستثني أحدا كلهم يقولون لك إن الإبتسامة أفضل من الوجه العابس كلهم يقولون ذلك لها أثر على من أمامك ولها أثر على نفسك أكثر تطيل عمرك وتنشط نظامك المناعي ويقولون إن الكلمة الطيبة لها أثر نفسي على من أمامك ولها أثر نفسي عليك أكثر منه أيضا ويقولون إن الإنفاق والصدق والعطاء لمن يحتاج له أثر أيضا عليك أكثر مما له أثر على من تعطيه وكله هذا يعني يعني كل هذا الأمر أيها الأحبة جاء متوافقا مع العلم الحديث كل هذه التوجيهات النبوية والقرآنية جاءت تتفق مع العلم الحديث إذن لماذا يا صديق الملحد ترفض تعاليم الإسلام لماذا تعتبر أن الإسلام أكذوب كما تقولون وتعتبرون أن الدين أفيون الشعوب وتقولون أن الدين هو أول كذب اخترعها الإنسان هذا الكلام لماذا تعترفون بدراسات الغرب وعندما تأتي هذه الدراسات لتتطابق مع القرآن والسنة تقولون لا نعترف بها الإسلام هو دين تخلف وكذا وكذا والله أيها الأحبة أنا أقول وأكرر دائما لو أننا لو أنك أيها الملحد اتبعت تعاليم الإسلام حتى لو لم يكن لديك إيمان بهذا القرآن طبقت تعاليم هذا القرآن لتمتعت بحياة سعيدة وبصحة أفضل ولنجوت من الأمراض والمشاكل التي تعاني منها والاكتئاب وغير ذلك فما بالك إذا كنت مؤمنا بلقاء الله تبارك وتعالى ومؤمنا بهذا الكتاب العظيم ومؤمنا بهذا النبي الكريم ما الذي يريده من النبي عليه الصلاة والسلام يريد لنا الخير يريد لنا الصحة عندما أمرنا بالتبسم أين الضرر في ذلك إذا كان النبي يقول لك وتبسمك في وجه أخيك صدق أين الضرر من يهاجمون الإسلام ويطالبون أن يستبدل تعاليم الإسلام بتعاليم العلمانية أو الإلحاد أو غير ذلك ما هو الضرر إذا طبقت كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال والكلمة الطيبة صدقة أين الضرر في ذلك ما هو الضرر إذا طبقت قول الله تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم هل أحد يقول إن عطاء من يحتاج وعطاء الفقراء والإنفاق عليهم هل أحد يستطيع أن يقول إنه شيء ضار أو مدمر والله أيها الأحبة كلها تعاليم تدعو للمحبة والسلام والعدل والتسامح هذا هو الإسلام الحقيقي إذا أردت أن تفهم الإسلام كما كما هو على حقيقته لذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة